وفي محاولات التهديئة رفض رئيس الوزراء محمد الشعى السوداني الاستقالات التي تقدم بها وزراء التخطيط والصناعة والثقافة ناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي ذكر في بيان أن السوداني رفض الاستقالات التي تقدم بها السادة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة وعليه سيعودون مباشرة أعمالهم التنفيذية وبرر العوادي القرار بتأكيد منهج الحكومة في ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب بمكوناتهم وقواهم السياسية وانسجاما مع متبنيات الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره وكان حزب تقدم قد قرر استقالة ممثليه في الحكومة الاتحادية ومن رئاسة ونواب ورؤساء اللجان النيابية والمقاطعة السياسية لنوابه لجلسات المجلس ردا على قرار المحكمة الاتحادية انهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي